السلام عليكم ازايكم يا اصدقائي عاملين ايه النهاردة هناخد قصة جميلة جدا اسمها ادوات الشخصية يلا بينا نسمع القصة مع بعض يلا ذات مساء عاد الاب من العمل واجتمع باسرته قائلا سنسافر غدا في رحلة بحرية وعليكم تجهيز حقائبكم والنوم مبكرا تحمست هند وذهبت مسرعة وقامت بتحضير حقيبتها دخل الاب على هند في غرفتها فرأى حقيبة كبيرة مليئة بالاشياء فقال لها يا هند لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة فردت هند متعجبة لماذا يا أبي فكل ما في الحقيبة ضروري فأجاب الاب لا تأخذي معك سوى أدواتك الشخصية وملابسك وأشيائك الضرورية فقط وأخذت هند تفكر في الأشياء التي ستأخذها معها قامت هند بإحضار حقيبتها الصغيرة ووقفت في حيرة من أمرها ماذا تختار؟ فرشاة الأسنان فرشاة الأسنان هل هي مهمة؟ بالطبع فأنا أغسل أسناني كل صباح ومساء حتى لا تتصوس من شفتي مهمة بالتأكيد فالأفضل أن يستخدم كل واحد من شفته للوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى المشتوى رباط الشعر وقصافة الأظافر كلها أدوات شخصية لا يمكن أن أتشارك فيها مع أحد فيجب وضعها في الحقيبة وضعت هند كتابها المفضلة الذي به صور عن الحياة البحرية لتتعرفها والقليل من أدوات اللعب في البحر وبعض الملابس التي تناسب درجة حرارة الجو وأغلقت حقيبتها ثم ذهبت إلى والدها قائلة ما رأيك الآن يا أبي فابتسم الأب قائلا احسنت يا هند فهذه حقيبة حجمها مناسب وتحتوي على الأشياء الضرورية فقط وبكده يا أصدقائي نكون خلصنا القصة يارب تكون عجبتكم يلا بينا ناخد الكلمة ومعناها عادة معناها رجع تحمست معناها تشجعت تجهيز معناها تحضير وإعداد النوم مبكرا معناها في أول الليل ضروري معناها مطلوب أو لازم سوى معناها غير الشخصية معناها الخاصة حيرة معناها تردد العدوى معناها انتقال المرض تناسب معناها تلائم منشفة معناها فوطة للوقاية معناها للحماية كده خلصنا الكلمة ومعناها يلا بينا ناخد الكلمة مفردها مفرد حقائب حقيبة مفرد أدوات أداة مفرد ملابس ملبس مفرد أشياء شيء مفرد الأمراض مرض مفرد الأظافر الزفر مفرد سور صورة كده خلصنا الكلمة ومفردها يلا بينا ناخد الكلمة وجمعها جمع زاد زوات جمع المشت أمشاط جمع رباط أربطة جمع أسرة أسر جمع الحياة الحيوات جمع البحر البحار أو البحور جمع الجو الأجواء كده خلصنا الكلمة وجمعها يلا بينا ناخد الكلمة ومضادها الكلمة ومضادها يعني الكلمة وعكسها عكس كلمة مساء صباح عكس كلمة عادة ذهب عكس اجتمعها تفرق عكس غدا أمس عكس مبكرا متأخرا عكس تحمست تكاسلت عكس مليئة فارغة عكس أغلقت فتحت عكس الشخصية العامة عكس الوقاية الضرر عكس منعا استمرار عكس المفضل المقروه كده خلصنا الكلمة ومضادها يلا بينا ناخد ملخص الدرس بشكل سين وجيم سؤال وإجابة سين واحد متى عادة الأب من العمل؟ عادة الأب من العمل زيت مساء سين اتنين لماذا اجتمع الأب بأسرته؟ اجتمع الأب بأسرته ليغبرهم بأنهم سيسافرون غدا في الرحلة بحرية سين ثلاثة ماذا طلب الأب من الأسرة استعدادا للرحلة؟ طلب الأب من الأسرة تجهيز الحقائب والنوم مبكرا سين أربعة كيف تحمست هند للرحلة؟ تحمست هند للرحلة وذهبت مسرعة وقامت بتحضير حقيبتها سين خمسة ماذا قال الأب لهند عندما رأى الحقيبة الكبيرة؟ قال الأب لهند لا يمكنك استفر بكل هذه الحقيبة سين ستة لماذا تعجبت هند من رفض والدها للحقيبة الكبيرة؟ تعجبت هند من رفض والدها للحقيبة الكبيرة لأن كل ما فيها ضروري سين سبعة لماذا يجب أن يستخدم كل واحد من شفته فقط؟ يستخدم كل واحد من شفته فقط لوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى سين تمانية ما الأدوات الشخصية التي لا يمكن أن أتشارك فيها مع أحد؟ الأدوات الشخصية التي لا يمكن أن أتشارك فيها مع أحد المشت وأرباط الشعر وقصفت الأظافر سين تسعة لماذا وضعت هند كتابها المفضل عن الأحياء البحرية؟ وضعت هند كتابها المفضل عن الأحياء البحرية لأنها تريد أن تتعرفها سين عشرة ماذا وضعت هند في الحقيبة يخص البحر ودرجة الحرارة؟ وضعت هند في الحقيبة القليل من أدوات اللعب في البحر وبعض الملابس التي تناسب درجة حرارة الجو سين حدوشر كيف أرعى الأب الحقيبة الصغيرة؟ احتسم الأب قائلاً أحسنت يا هند فهذه حقيبة حجمها مناسب وتحتوي على الأشياء الضرورية فقط وبكده يا أصدقائي نكون خلصنا بقصة وخدنا معين الكلمات والمفرد والجمع والتضاب وخدنا كمان ملخص الدرس على شكل سين وجيم يلا بينا بقى نحل تدريبات مع بعض الأنشطة نشاط واحد أجب عن الأسئلة الآتية ألف تخير الصواب مما بين القوسين أول حاجة سنسافر غداً إلى رحلة رحلة إيه؟ جوية ولا بحرية ولا برية؟ أيوة برافو عليك رحلة بحرية اتنين رفض الأب حقيبة هند لأنها إيه؟ ألوانها مختلفة مليئة بالأشياء قديمة أنا واحدة فيهم صح أيوة أيوة ممتاز مليئة بالأشياء ثلاث سؤال كتاب هند المفضل نقط حيوانات أفريقية المحميات الحياة البحرية كتاب هند المفضل هو إيه؟ عن الحياة البحرية برافو عليك يلا بينا على به أكمل وضعت هند في حقيبتها إيه؟ نقط أول حاجة فرشة الأسنان والمنشفة والمشت ورباط الشعر وقصفة الأظافر وكتابها المفضل الذي به سور عن الحياة البحرية لتتعارفها والقليل من أدوات اللعب في البحر وبعض الملابس التي تناسب درجة حرارة الجو جيم استخرج منها القصة مفرد حقائب مفرد حقائب إيه؟ حقيبة برافو عليك دال لماذا سمي المشت والمنشفة أدوات شخصية؟ لأنها لا يمكن أن أتشارك فيها مع أحد لوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى يلا بينا عن النشاط اتنين سل كل جملة بالأداء التي تناسبها أمشت شعري بإيه؟ أيوة برافو بالمشت ونظف أسناني بإيه؟ فرشة الأسنان ممتاز وجفف جسمي بإيه؟ المنشفة ممتاز أقص أظافري بالقصفة برافو أربط شعري برباط الشعر أخس الجسمي بالصبون ممتاز يلا بينا على النشاط ثلاثة ضع علامة صح أو خطأ أمام كل جملة مما يأتي أول حاجة طلب الأب من أسرته عدم الصهر صح ولا غلط؟ أيوة برافو صح ثاني حاجة كانت هند تخطط لقضاء كل وقتها في اللعب غلط ثالث حاجة لا يمكن أن نشارك أحد في فرشة الأسنان أيوة برافو عليك صح رابع حاجة ينتقل المرض إذا استخدمنا من شفت شخص مريض أيوة برافو عليك صح نحط علامة صح وبكده يا أصدقاء نكون خلصنا قصة النهاردة وحلنا تدريبات يارب تكون عجبتكم القصة ويارب تكونوا استفدتوا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر